أشرص وأخطر عشر أنواع الكلاب أشرص وأخطر عشر أنواع الكلاب في العالم لا يجب الترويج للفكرة الخاطئة بأن بعض السلالات الكلابية هي أكثر شراء أو خطورة من غيرها. فالكلاب ليست شرسة أو خطرة بطبيعتها، بل تتأثر سلوكها بتربيتها والتدريب الذي تتلقى. ومع ذلك، فإن هناك بعض السلالات التي تميل إلى العدوانية والانفعالية بشكل أكبر من غيرها، وهذا يعود إلى ممارسات التربية الخاطئة والتدريب السيء، ويمكن لأي نوع من الكلاب أن يكون خطراً إذا لم يتلقى التدريب والرعاية المناسبة. ومع ذلك، وفقاً لمضونة الصحة العالمية، فإن بعض السلالات الكلابية المعروفة بشخصيتها العدوانية والانفعالية تشمل. 1. البيتابو الاثنين الدوجور جنتينو ثلاث الرطية أربع الدوبورمن خمس الجيرمنشيبر ست الأكيتا سبعة السيبرياني هسكي ثماني الشيه تزوي تسعة البوكر عشر الأمستف ومع ذلك، فإنه يجب التأكد من أنه ليس هناك تمييز ضد هذه السلالات، ويجب تلقى الكلاب من جميع السلالات التدريب والرعاية الصحية لزمة لتعزيز سلوكها الصحي والمسالم والمناسب للعيش مع البشرية. ترجمة نانسي قنقر